أعلنت مؤسسة الأقصى للوقف والتراث أن المؤسسة الإسرائيلية شرعت هذه الأيام ببناء أكبر مشروع تهويدي في القدس تحت مسمى المجمع القومي للأثار على مساحة تقدر بـ 20 دنم ومساحة بناء إجمالية تصل إلى 35 ألف متر مربع وبتكلفة قد تصل إلى 100 مليون دولار معنا للحديث عن هذا الموضوع الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمر أهلا وسهلا فيك معنا مداخل السنة مرحبا بكم وحياكم الله نقدر دائما الوقت والمساحة في ظل ضغوطات أكيد يومية فشكرا لك على الحضور هذا واجب تجاه القدس تجاهكم وتجاه المشاهد الكريم شكرا بالبداية الحديث وسمي هذا المجمع القومي للأثار بأكبر مشروع تهويدي في القدس ضعنا في صورة هذا المشروع نعم من حيث المساحة هو الأكبر من حيث المضمون هو الأخطر وهذا المشروع بدأ العمل به سابقا يعني هو الآن تحت الإنشاء وفي مراحل متقدمة من عمليات البناء وتمسق في الطابق الأرضي وتمسق في الطابق الأول والآن في الطابق الثاني وهكذا يقع هذا المشروع بجوار ما يسمى الكنيسة البرلمان أو الكنيسة الإسرائيلي التشريعي وعلى أرض الشيخ بدر وهي وقف إسلامي بالمناسبة وهي أرض فلسطينية خالصة بجوار الجامعة العبرية بشقها الغربي من غرب مدينة القدس في مكان حساس للغاية على 20 دنو كما ذكرتم وبمساحة إجمالية تصل 35 ألف متر مربع وهذا شيء مهول جدا من حيث الحجم لكن حتى هذا الحجم لا يشغل بالنا كثيرا لأن مضمون هذا المشروع هو الخطير إذ أن هذا المشروع سيتوج عملية السطو السطو اللامشروع بكل المقاييس والقوانين الدولية على الأثار الفلسطينية وعلى الحضارة الفلسطينية وانتزاعها من باطن الأرض وتدمير بعض المكونات خاصة الإسلامية منها والمسيحية والتخلص منها لكن ما قبل فترة الحكم الإسلامي والمسيحي لمدينة القدس تم الاحتفاظ به وبعض الدرر الإسلامية أيضا من ضمن الموجودات في هذا المقر الذي سيفتتح للعالم أجمع وبالتالي فإن هذه عملية السطو تمت وكان من أكبر الذين سطوا على الأثار الفلسطينية هم مشهديان شخصيا وعدد كبير من الدباط إذن سطو مسلح يعني سطو من رجال عسكريين يعني ليسوا مهنيين قاموا بحفر باطن الأرض ولا زالوا نشاهد على الشاشة أيضا صور ما من شك هذا جزء من المشروع الذي تم سقفه حتى هذه اللحظة كما تشاهدون بهذه المساحة في هذه الأرض الجميلة والغالية جدا من الوطن ونحن الحقيقة إذ نشهد هذا المشروع نتخيل أن مضمون المشروع الذي سيشمل أيضا الأثار الفلسطينية التي كانت في متحف فلسطين نيلسون راكفلر بجوار القدس القديمة قبالتها بجوار المدرسة الرشيدية هذا المشروع هذا المتحف الذي احتوى على أيضا أهم أثار فلسطين ومن ضمنها ما يسمى قمران رولز يعني لفائف قمران وهو إنجيل في منتهى الأهمية بالنسبة للفلسطينيين إنجيلها هام جدا وهو ملك فلسطيني سيوضع في هذا المكان ملايين القطع الأثرية ستوضع فعلا هي ملايين بالملايين عشرات آلاف الموجودات الأثرية الأخرى التي لا شك أنها تمثل أول حضارة إنسانية فوق الأرض هذا أيضا مرحلة رقم اثنين مرحلة رقم ثلاث تقديم الرواية اليهودية فقط أي أن اللفائف قمران لن تكون هي إنجيل يطبع الشعب الفلسطيني والفلسطينيين بل ستكون وكأنها وثيقة لميلاد دولة الاحتلال في فلسطين سابقا ولاحقا دكتور منذ متى بدأ؟ نشاهد الآن في الصور واضح أنه من سنوات عديدة منذ بدأ حسب معلومات واردة تأسيس لمثل هذا المشروع التأسيس بدأ بداية ببنية احتية من جمعيات زاد عددها عن ثلاثين جمعية حول العالم لجمع المال فجمعه مئة مليون دولار وهي رسالة لجمع الدول العربية المجتمع حاليا كيف الآخرون يعملون ونحن نكتفي بالشجب والاستنكار ثم بدأ بوضع اليد بتعاون ما يسمى وزارة السياحة الأثار الإسرائيلية على الأرض العربية الفلسطينية في هذا المكان وهذه عملية استملاك يعني وافقت عليها بلدية الاحتلال وجميع دوائر الاحتلال ثم بعد ذلك الحفريات استصدار الرخص والتصميم المعمارية ثم استصدار أمر ببدء الحفريات وكان ذلك قبل ثمانة شهور ثم من ذلك الوقت حتى اللحظة عندما نزل مناقصة وبدأ العمل فيه بشكل مكثف جدا يعني في ساعات إضافية من العمل الإضافي وأخيطت المنطقة بأسوار وبدأ العمل في هذا المشروع العملاق وهو في منتهى الخطورة الحقيقة في معلومة أولا أنا أتأكد منها يعني بالحديث عن هذه الحفريات في منطقة القصور الأموية كما ذكرت الحديث عن أنه تم تفكيك الحجارة القديمة ونقلها أيضا إلى منطقة تابعة لسلطة الأثار الإسرائيلية وضعها في متاحف خاصة ومعارض أثرية يعني الحجارة القديمة التي كانت في المكان مدى صحة هذه المعلومات نحن نذكر أن الإسرائيليين أكثر مرة قاموا بنقل الحجارة إلى أماكن مجهولة لكن بعض الحجارة ذات المدلول الخاص فيها تشكيلات معمارية وبعض الزخارف المعمارية ذات القيمة فعلا احتفظ بها وكنا لا ندري ما الذي ينوي الإسرائيلين وفعله بهذه الموجودات وتدمير القصور الأموية والعباسية على أساس إلا أنه الآن التضاح بأن هذه الحجارة واحدة منها وضعت أمام الكنيسة في حفل مرة من المرات مرة واحدة من هذه الحجارة فتتح بها ما يسمى وضع حجر الأساس للهيكل لكن هذه الحجارة ستوضع في قاعات عرض خاصة من ضمن موجودات فلسطينية انتزعت من كافة أراضي فلسطين ونذكر قبل تسليم بعض المواقع التي سميت A بمفهوم أسدو للسلطة الفلسطينية قامت جرفات الاحتلال بصورة جهنمية بانتزاع فسيفساء وانتزاع أثار مسيحية وكنسية وإسلامية من باطن الأرض كانوا يعلمونها سالفا وتدمير المواقع بصورة يعني يحاسب عليها القانون الدولي يعني وأخذوا من منطقة أريحة ومنطقة الخليل منطقة نابلس وشمال فلسطين جنين أخذوا هذه الموجودات وأيضا تم وضعها في السنديق الآن ستعرض على اعتبار أنها ضمن ما يسمونه يعني الإسرائيل العبرية أو التوراتية القديمة ستقدم الرواية الإسرائيلية وهذا هو قمة تتويج التزييف إن صح التعبير لي مشروع صهيوني قديم ومستجد من جديد هذا التصعيد الواضح بحق يعني بحق كل هذا المولوث الفلسطيني الإسلامي العربي كيف من وجه نظرك يمكن مجابهة مثل هذه الممارسات على الأرض يعني وأيضا عن المستوى الفلسطيني والعربي وبكل صدق يعني نحن نشاهد الآن ما يجي على الواقع ونشاهد في المقابل يعني ما يجي أيضا على الواقع من الجهات الرسمية وغيرها أيضا نعم ما كان للإسرائيليين أن يذهبوا إلى هذا الحد الآن في باحات الأقصى في هذه الساعة تحديدا وصبيحة كل يوم وما يفعلونه الآن في هذا المشروع لو كان الوضع العربي في وضع أفضل مما هو عليه الآن فلا يعقل ولا يمكن أن نخب الشمس بغربال كما يقال أمام المشاهد الكريم وهو في منتهى الذكاء المشاهد الفلسطيني والعربي يلاحظون أن قاضيا أردنيا يعدم بدم بارد على الجسر وهكذا خلاص لا كرامة للأردن أما الفلسطينيين فيعدمون صبيحة كل يوم أما الشعوب العربية فتعدم على يد العساكر هذه مسألة انتهكت فيها الكرامة فبالتالي نظر الإسرائيليين فوجدوا كرامة المواطن العربي لا قيمة لها لا يعقل أن يأتي مستوطن سعلوك لا يعرف أين أولد فيوقف قوة فلسطينية كاملة في عصيون وتبقى حبيسة الحافلات التي هي فيها أو السيارات إلى أن يأتي الجيش الإسرائيلي يفق عنها طوق من مستوطن واحد لو كان هذا المستوطن ليس مستوطنا كان فلسطينيا لما عرفنا ما حصل له إذن هذه الكرامة المنتهكة شجعت وأوغلت الاحتلال في كرامة الشعب الفلسطيني والاحتلال نظر إذا بالشعوب العربية الأنظمة العربية الرسمية منذ 65 عام تسوق وهم واحتجاجات تل واحتجاجات وجامعة الدول العربية تل والأخرى لكن لا شيء ينفذ على أرض الواقع وأنت تسألين ماذا بإمكاننا نفعل بإمكاننا أن ننفذ فقط القرارات الرائعة الجميلة المكتوبة يعني بنصوص لغة عربية واضحة وسوقت على شعوب 60 عام ننفذ ولو مر منها أين 500 مليون سيرت ليبيا في جامعة الدول العربية أين مليار الدوحة أين الذي قرر الآن في الكويت هذه مسألة فعلها الإسرائيليون وجمعهم 100 مليون دولار هذا فعل وليس قول أيضا سؤال آخر يوجه والجمهور يستطيع الإجابة عليه كيف استطاع السود الأحرار الأبطال أن يتخلصوا من نظام عنصري إجرامي كان مدعوم صهيونيا بشكل منقطع النظير وأمريكيا وأوروبيا في جنوب أفريقيا إذن حصل أن ناس تخلصت من السطوة ومن الحكم المستبد عليهم في جميع دول العالم حتى أن في الأخير غوسلافيا تفككت وأصبح كل جزء من الشعوب له حرية جنوب السودان تفككت وانحلت مشكلة الجنوبيين إذن نحن أمام شعوب تصنع لها دول بسرعة قياسية وفلكية في حين قضية فلسطين يمضي عليها سبعين عام وهي تراوح مكانها ولا أحد يستطيع أن يجرؤ يقول للإسرائيليين لا لأنه سيكون معادل إسانية دكتور يعني على ضوء ما تم الحديث عنه المشروع يعني هو الأخطر والأكبر مساحة كما ذكرت المجمع القومي الأثار يعني ما التخوف بعد سنوات ما هو التخوف الحقيقي من جولة في القدس هذا السؤال في متالميا عندما أنا أقرأ خارطة القدس بفور عند أفتر قبل وبعد وأشاهد أن مشاريع سيادية من حجم الكبير تهبط على القدس كالمطر يعني كارثية يعني كلية عسكرية في مكان وهذا متحف الهيكل الآن على القصور العموية في مكان هذا غير هذا المجمع القومي الكبير ثم الحدائق التوراتية اللي حطت بالأقصى والقدس القديمة من كل النواحي وتم السيطرة على الأراضي الفلسطينية حولها ثم الاستيطان بحد ذاته الاستيطان يلتهم القدس ونحن هنا الآن يعني عائلة فلسطينية في جبل الطور تنصب خيمة على ركام بيتها الذي هدم صباحة هذا اليوم نحن أمام هدم في الجانب الفلسطيني وبناء في الجانب الصهيوني هذا مؤشر إلى أن المدينة تتعرض لتسونامي تهويدي خطير جدا شكلا ومضمنا في الشكل والمظهر المعماري يتم إزالة إلى أثار الفلسطينية والأباني الفلسطينية واستبدالها من أباني صهيونية مضمونا يتم تقديم الرواية على اعتبار أن إسرائيلي ضحية وأن أجداد أجداد اللي خلفوا نتنياه هم أصحاب هذه الأرض الشرعيين وأن الفلسطينيين هم في النهاية يعني إرهابيين يعني بمانعوا يعني الجزار عندما يذبحهم من رقبتهم بمانعوا أن جزء من دمائهم يعني تصيب يد الجزار يعني هكذا في منتهى هذا العالم لا يستحق الاحترام هذا العالم لا يحترم إلا القوة هذا العالم لا يستحق احترام لأنه لا يستطيع أن يقول للإسرائيليين لا وهذا العالم يستنفر كل قوة لأجل صنمين نسفة في أفغانستان على يد طالبان يعني أصنام أفغانستان أطهر عند العالم وأقدس من قبة الصخرة وكنيسة القيامة ومن شهداء جنين ومن شهداء المخيمات الفلسطينية والأراضي الفلسطينية هذه مهزلة كبيرة جدا شكرا لك دكتور جمال على وضعنا في هذه الصورة والحديث أيضا كما ذكرنا في البداية ورأينا أيضا من خلال الصور المجمع القومي للأثر ولربما تركت معلومة وصورة أيضا يعني نستذكرها في كل صباح بالحديث عن القدس لا نتخيل القدس اللي نتغنى فيها دائما ولكن القدس ما يرجى الآن على أرض الواقع من مدمون وكما ذكرت من شكله ربما هذا يعني يدفعنا باتجاه الفعل والأداء على المستوى الشخصي والجمعي شكرا لك شكرا لكم وشكرا للصامدين في ساحات الأقصى في هذه الأحرارات بالتأكيد بالتأكيد شكرا لكم